اهلا بكم مشاهدين الى فقرة ضيفة تحرير نخصصها لسبل تحقيق السيادة الرقمية بالمهرب على ضوء بحث انجزه المعهد المهربي للدكاء الاستراتيجي يحل علينا ضيفا في ضيفة تحرير الاستاذ امين سامي الخبير في الاقتصاد او في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والخبير ضمن شبكة خبراء العرب للمنتدى العربي للمدن الذكية بالاردن اهلا وسهلا اهلا وسهلا شكرا على السدافات شكرا على الدعوة على تلبيات الدعوة طبعا سنتحدث على السيادة الرقمية وما تعنيه السيادة الرقمية وشروط وموجبات السيادة الرقمية قبل ذلك أريد أن أتفاعل معكم بداية حول ما جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخ النوش أمس في افتتاح الدورة الثانية من معرض جي تيكس أفريقيا المغرب طبعا هو أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة لقارة الأفريقية أخ النوش جدد التأكيد على أنه يعني استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ستخرج قريبا إلى حيز الوجود واعتبر بأن التحول الرقمي هو على رأس أولويات الحكومة هل هو فعلا بالنظر إلى ما تم القيام به على امتداد نصف الولاية الحكومية وكل ربما المؤشرات هل تؤشر على أن التحول الرقمي هو من أولويات الحكومة الحالية وبأننا بعد مدة وجيزة ستكون بين أيدينا استراتيجية المنتظرة استراتيجيات المغرب الرقمي 2030 صحيح شوف باش نكونوا عمليين أن التحول الرقمي كان رئاسة الحكومة دارت لجنة وطنية الاتنمية الرقمية وهذه اللجنة قامت بجوجة ديال الاجتماعات الاجتماع الأول اللي هو تنفيه العرض ديال التوجهات لعمال استراتيجية الوطنية الاتنمية الرقمية 2030 وهذه الاستراتيجية منين تبنات؟ تبنات من الرؤية الملكية المتبصرة صاحب الجلالة اللي الغاية ديالها هي الاستفادة القصوى من التحول الرقمي هذا الاستفادة القصوى من التحول الرقمي هدف واجوه شويش تسريع الوطنية تحول الرقمي من أجل سد الفجوة ثم مساعدة الشباب على خلق حلول مئة في المئة مغربية من أجل تشجيع المنتوج المغربي هذا الرؤية الملاكية عندها هدف عام وعندها هدف خاصة الهدف العام هو جيد طفرة النوعية على مختلف الأصاعدة في جميع المجالات بمعنى أن التحول الرقمي اليوم لا نحن نضره عليه كقطع بوحدة ولكن نضره إلى تحول الرقمي في مجموعة ديال عرضاني بمعنى أنه سيغطي سيخلق لنا نقلة نوعية المطلوبة في كل مجالات في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي التقافي السياحي الصناعي تعليمي الصحي وما إلى تقافي وما إلى ذلك هذا الهدف الشامل أو الهدف العام ثم الهدف الخاصة هي ثلاثة هدف اقتصادي وهدف اجتماعي وهدف بيئي الهدف الاقتصادي هو الهدف من تحول الرقمي هو خلق فرص العامل صحيح هذا واحد الهدف الاجتماعي هو تحسين الوضعية الاجتماعية جال فئات جال فئات سواء كانوا مواطنين أو مقاونات بشكل كبير ثم الهدف الثالث هو تحقيق أهدف التنمية المستدامة ومساهمة في تنزيلها على أرض الواقع والمحافظة على البيئة فهذه هي الرؤية الملكية من يجد أن نباتق عليها التوجهات العامة استراتيجية الوطنية التنمية الرقمية التي تهدر على جوج ديال الدعمات الأساسية الدعمة الأولى التي هي رقمانة الخدمات العمومية سواء من خلال سريع الرقمانة والجودة للرقمانة سواء بالنسبة للمواطن أو المقاولة وهذا اليوم نشوفوه اخطأنا الوزيرة المنتدبة هي أعطتنا رقم وقالت ضمن افتتاح جي تيكس بأن عدد الخدمات العمومية التي تم ترقمانتها وصلنا لستمائة خدمة عمومية وهذا رقم مهم جدا ونزيدك واحد الأضافة أن اليوم كينمؤشر دير النضوج للخدمات الإلكترونية اللي كتصدروا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اللي غربية آسيا اللي هي الأسكوا المغرب كيحتل فيها مرتبة جيدة متقدمة متقدمة في ماجر النضوج للخدمات الإلكترونية والرقمية هذا الجانب الجانب الثاني أو الدعم الثاني اللي كتركز عليها استراتيجية هي بت دينامية في الاقتصاد الرقمي بهدف انتاج حلول الرقمية كيف ما قلنا مغربية مئة بالمئة تحقينا فرص عامل والهدف دياله هو تطوير تحيل الخدمات هذا المسألة اللولى بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة اليوم احنا عندنا شركة ناشئة ولكن خلصنا منظومة خاصة بلاستاختاب والشركات العاملة في هذا المجل باش تطور وتنتج وتكون عندها القدرة على مواكبة التحول العالمي ثم رقمانات الخدمات أو رقمانات المقاولات لتب ايم او الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا هذا المبدأ أو هذا الدعم كترتكز على ثلاثة الدعمات أساسية اللي خلصنا نمشو فيه واللي جد أولا تطوير المواهب الرقمية باش ننجحوا في هاد بت دينامية خلصنا ننطوره الكافاءات ونطوره المواهب الرقمية دون ذلك ممكنش ننجحوا في هذه العملية المسحلة الثانية هي الكلاود أو الحوسبة السحابية أو التكنولوجيا السحابية ديال تخزير المعطيات خلص يكون عندنا اليوم باش نتوجهوا لهذا المنطقة ديال السيادة الرقمية خلص تكون عندنا تكنولوجيا سحابية نتحكموا فيها نحن سواء ديال هذه المعطيات وتخزين البيانات ومعالجة البيت إلى غذر ثم التغطية بشبكة الهاتف والأنترنت في الوسط القاروي علش في الوسط القاروي من أجل دعم وتجيع الاستثمار الشركات في هذا المجال في الوسط القاروي علش من أجل تقليص الهوى الرقمية الهوى الرقمية سواء ما بين المجال الخضاري والمجال القاروي تصريح ديال السيد رئيس الحكومة واللي جاء في جيتكس محفز بشكل كبير ومشجع على الاستثمار لماذا؟ لأن أطرحي واحد من نقطة أساسية أن التحدي الأساسي اللي كان وجوه هو تحدي ديال المواهب والتكوين هو اللي غدي خلينا نجحه في هاد العملية باش نستمره وتحقيق السيادة الرقمية فما ننسوش بأن سالة 2023 وقعت فيها مجموعة ضعفنا أو الحكومة ضعفات عدد الخريجين ثلاثة المرات إلى غاية 2027 وأيضا حتى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت باستقطاب أو زيارة العديد من الشركات العالمية والدولية وآخرها شركة أوغاكل اللي سنت معها اتفاقية مؤخرا من أجل إنشاء واحدة ديال 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 البيانات وديال أوغاكل في المغرب فاليوم ما يمكن أن نقوله على جايتكس أو في هذا التوجه ممكن أن نذهب بعيدا أن نقول المغرب اليوم يؤسس إلى سيليكون فالي مغربية جادي مغربية إفريقية تخدم أولا المغرب وأيضا تخدم إفريقية الإفريقية في إطار شركات الأرابي حرابيح وشركات جنوب جنوب طبعا ونحن نتابع حتى هذا الدورة التانية والإشعاع والإقبال والتفاعل ويعني مستوى الحاضرين في جايتكس نرجعو الموضوع للسيادة الرقمية ما الذي يعنيه أو ما الذي تعنيه السيادة الرقمية علما أنه اليوم كانت توجه الجمهور عغي لمشاهدات ومشاهدين كانت تكلموا على السيادة وكأنه مفهوم يتقاطع مع الاستقلال في مقابل استعمار في مقابل استعمار الرقمي صح صح السيادة الرقمية هي استقلالية ولكن تعرف كيفما جاء في التقرير المعهد المغربي التكاري الستراتيجي يقول بأنه ليس هناك تعريف يشمع عليه الخبارة يعني تعريف متعددة ولكن مقدوم قلوا بأن السيادة الرقمية هي قدرة الدولة أو المؤسسات على السيطرة والتحكوم في البيانات والمعلومات الرقمية التي تتعلق بالمواطنين أو بالمؤسسات داخل حدودها الجغرافية في اخترامين تام للقوانين الدولية والوطنية هذا هو التعريف الشامل يعني قدرة الدولة أنها تحكم وتحصن وتمنع كل معطياتها الرقمية من أي تدخل أي تلصوص من أي استغلال لهذه المعطيات الرقمية وخاصة المؤسسات الحيوية والتي عندها المعطيات الحيوية والتي عندها المعطيات التي تتاهم في استقرار الدولة خاصة يكون الدولة عندها سيادة الرقمية أمني كنتكلموا على السيادة الرقمية كنتكلموا على مجموعة الأناصر كنتكلموا على كيفية جمع البيانات هذا هو السؤال دي يعني ما هي الأركان التي تتأسس عليها أو يتأسس عليها مفهوم السيادة الرقمية وعندي جزء تاني من السؤال من اللي غا تكون عندنا سيادة الرقمية ماذا سنكسب؟ أمنا على المكاسب الكبرى نبدأ بالأركان وسنعرّج على المكاسب أرغب لي كنتكلمه على السيادة الرقمية كنتكلمه على كيفية جمع المعلومات كانت ذرا إلى طرق ت dick access كن انظر إلى طرق المعالجة البيانات بالتالي اليوم احتاب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الابيئي عندما تكلهم عن السيادة الرقمية قسمها النوعين قسمها سيادة المعطايات وقسمها السيادة التكنولوجية سيادة المعطايات هي منك تتعلق بالموقع الجغرافي بأنه خصك تحدد المجال الجغرافي داخل الموقع الجغرافي والخادم الساحبي يكون عندك في المجال الترابي ديالك والجغرافي ديالك ثم السيادة التكنولوجية هي تمكن من استخدام المهارات في البرمجيات والأجهزة لا ننسى أنه اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي دار تقرير مهم في مجال التكنولوجيا السحابية في إطار الإحالة الداتية رقم 71 2023 وكيعتبر بأن التحول الرقمي هو الورش الأول نحو التحول هو الزيهار تنماوي نحو فعلا الوصول إلى ما نصبوا إليه في إطار نموذج تنماوي لأن مين تكون لدينا سيادة رقمية هذي المكاسب ما الذي سنكسبه هو سنحققه تفرع المستوى الاقتصاد لأن الاقتصاد العالمي اليوم نتكلم عن التجارة الإلكترونية ونحن نرى حجم التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي ما حالك تدر كيف يبلينا بأن اليوم نحن نحن أمام اقتصاد جديد قائم واليوم لكي تنخرج في سلاسل القيمة العالمية ستكون لديك سيادة رقمية وكي تكون لديك مكانة رقمية ومنصة إقليمية ستكون لديك سيادة رقمية هذا واحد يعني لتطوير تجارة الإلكترونية ونجعلها واقتصاد والصحة وغاد ندخل نوع القومور غاد ندخلوا الصحة الرقمية الفلاحة الرقمية المالية الرقمية والشوم المالي التعليم الرقمي التقافة الرقمي إلى غير ذلك من هذ من هذ الأمور كل هاليوم خاصها هذي البيانة تكون سيادة رقمية وطنية والحاجة الثانية من يك تكون عندنا سيادة وطنية رقمية أو سيادة رقمية وطنية غاد ندفعوه نحو التوجه نحو المدن الدكية وليوم العالم يتكلم عن المدن الدكية كيف يمكن اليوم أن نحقيق مدينة دكية الى ما كانتش عندنا سيادة رقمية الهدف من المدينة الدكية مش هو تحسين جودة الخدمات صحيح من بي الهدف دياله هو تحسين جودة الخدمات وهو التطوير والاقتصاد لان المنظمة ديالة المدينة الدكية هي منظمة متشعبة ولكن الاصل ان المدينة الدكية هي السباقية السباقية الاعداد المستقبل والسباق المستقبل الوقاية من وضعيات سيكون من الصعب جدا علاجها يعني التوقع والاستباق بشكل كبير فهذا هناك يدخل عندنا الهدف من سيادة الرقمية طيب اليوم سبب نزول طبعا هذا الحلقة هو بحث أنجزه المعهد المغربي للدكاء الاستراتيجي بخصوص هذا الموضوع واش جاب لنا جديد واش اكتشفنا من خلال مضامين وامور لم نكن نعلمها خاصة وأنه في نهايته اقترح عدد من توصيات العملية الموجهة للقطاعين العام والخاص وايضا اقترح خارطة طريق للتنفيذ ونموذج ايضا للحكامة التقرير اللي جاه هو عزز المضامين ديال الاستراتيجية الوطنية واشنا اليوم كيف ما قال السيد رئيس الحكومة على ايام قليلة على اسابيع قليلة غدتخرج الاستراتيجية الوطنية ولكن ما فيها بس باننا نقول بان المعهد جاب اقتراحات او اهدر على خمسة المحاول الاساسية استراتيجية اولا تعزيز البتكر وتطور المستدام رحنا اليوم كنا نهدره على نزيل ديال اهداف التنمية المستدام ولا يفوتوني بالذكر نقول بان اليوم مدينة اقادير في المغرب المدينة الوحيدة والعربية في شمال افريقيا التي قدمت وقامت بتقديم التقرير الاستعراض الطوعي الماحلي في اهداف التنمية المستدام وهذه تحسن لمدينة اقادير لمدينة اقادير ولا المغرب شيء كبير لان اليوم احنا الواحيدين في شمال افريقيا اللي قدمنا الاستعراض المحلية احنا من كنا نهدره على الاستعراض الطوعي او الاستعراض الطوعي المحلية استعراض الطوعي كتقدموا الدول اليوم وصلنا ان مدينة قدمت سعرات طوعي محلي في تنزيل اهداف التنمية المستدام اذا اليوم كنا نهدره على الاستدامة والاستدامة رهان كبير خاصة فهذا شيء ديال السيادة الرقمية والمجال ديال الرقمية تانيا جاء المحور التاني هو تطوير المهارات ديال العاملين في المجال الرقمي بشكل اساسي لان اليوم ما يمكناش المسلو للتعزيز السيادة الرقمية بلا ما يكون عندنا ناس مؤهالين دو كفاءة في هذا المجال لان مع كل توراق تاريخية ومع كل تحول غدتظهر ميهان جديدة اذا هذه الميهان الجديدة اليوم بما فيها ميهان ديال ميهان ديالناس مكلفين بجمع المعلومات تخزيل المعلومات تحليل بيانات لداتا داتا اناليس اذا اليوم هدو ميهان جديدة تعزيز تجيع الاستثمار خاصة في البحث والتطوير والبسكر مسألة أساسية تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية ذات الأهمية الحيوية باعتبارها مفتاح لتحقيق الاستقلالية في مجال الرقمية اذا منك ننظر على الأصول الحيوية الأصول الرقمية ذات الأهمية الحيوية هي الأصول التي اليوم تحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارة الإلكترونية إلى غير ذلك لأن وكتحافظ على المصالح العليا للمملكة باش تكون عندها استقلالية في مجال السيادة الرقمية لأن البيانات اليوم هي الواقود دي المستقبل طحيح هي التي نعتمد عليها من أجل وضع استراتيجيات ومن أجل طبعا فهم الواقع وتشخيص وإيجاد الحلول إذا كانت سابقا كانت الطاقة الأحفورية هي النموذج هي المرجع لكننا كان بنقول عليه الاقتصاد العالمي اليوم البيانات هي الطاقة الجديدة وهو الاقتصاد الجديد المعلومة المعلومة الاقتصاد المعريفة اليوم كتدير الفرق بين الأفراد فما بلوك بين الدول وبين المنظمات وبين الحكم ثم جاءت المحور الخامس اللي هو تعزيز تعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الشركات الدولية وأيضا المغرب اليوم يوفر الخبرة دياله والجربة دياله في إطار شاركة رابح رابح للدول الإفريقية جنوب جنوب في إطار العلاقات لأن دائما جلالة الملك نصره الله يؤكد على واحد العملية أساسية أن يجب على القارة الإفريقية أن تنهد بإفريقيا بسواعد إفريقيا وبأدماغ إفريقيا وبحلول إفريقيا على المقص الإفريقيا طيب سنفصل في هذه المحاور طبعا اللي غا تمكننا من تحقيق الاستقلاليات دريجيا في المجال الرقمي رهان الحكامة إلى أي حد هو رهان مركزي أساسي مهم جدا لأنه دائما أوراش الكبرى كيوقع عندنا فيها هضر وهضر زمان وهضر أيضا ربما موارد بسبب غياب الحكامة كلمة مفتاح في الرقمي شوف الرقمي ما شيء غير مفتاح ديال الحكامة أيضا سيساهم في الحكامة في الحكامة وفي محاربة الفسد بشكل كبير فهذا المفتاح ديال الحكامة باش ننجحوا فيه يجب إشراك جميع المتدخلين بشكل مباشر في هذا القطع لأنه بدون إشراك جميع المتدخلين وبدون أخذ ريهاناتهم والفهم الريهانات ديالهم لا يمكن أن ننجح في تدبير هذا الورش ديال الحكامة تانياً هذه المسألة ديال الحكامة ما خسناك نقوم نضر عليها أونيفو ماكرو أو على المستوى الماكرو خسنا ننزلها أيضاً على المستوى الميكرو إذن حكامة ماكرو وحكامة ميكرو في التفاصيل على الصعيد الجيهوي على الصعيد الجيهوي ترابي فاليوم الترابي الرقمانة ستعزيز الاستثمار المحلي وتدعيم الاستثمار المحلي وستساهم في خلق مناخ الأعمال على المستوى الترابي وعندما نتكلم على مناخ الأعمال كان نضرع إلى واحدة عملية أساسية مشكلة كبيرة كان نضرع إلى البنية التحتية اليوم ما بقيناش كان نضرع إلى البنية التحتية الصلبة البنية التحتية الرقمية الرقمية بشكل أساسي كان نضرع إلى السياسات الحكومية في مجال الرقمانة كان نضرع إلى مدى إجراء وسهولات الأعمال خاصة أن اليوم الحكومة رهدرت واحدة عملية أساسية اللي هي إنشاء الشركات بطريقة إلكترونية فهذا اليوم سيسهل هذا العملية ثم المسألة الرابعة وأساسية اللي هو الاستقرار والأمن إذن هذا المناخ الأعمال منك يتوفر سيدفع أن المقاولات المحلية تشتغل وتلقى الحلول السريعة لأن الهدف ليس هو تلبية احتياجات المواطن اليوم نضرع إلى تلبية سريعة لإحتياجات المواطن لأن المواطن أصبح متطلب بشكل سريع على مستوى الإيقاع ديال التلبية ديال صحيح وبالتالي العالم اليوم سريع فاليوم أصبحت سرعة هي المعيار هي المعيار في تنفيذ هذه العملية نتكلم أيضا على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ويعني كانت أمور جات ضمن المحور الثالث في إطار هذه الورقة البحتي المغرب هل استكملت شريعات هل الأمور على المستوى القانوني والتنظيمي هي أمور يعني استوفت أو ما نزال بصدد استكمال هذه الترسانة غادي تكون يمكن الترسانة متقدمة غادي ترسانة لحنا كان أفودي الحماية المعطيات الشخصية هذه مسألة أساسية ولكن غادي تكون استراتيجية وطنية للدكاء الاصطيناعي على ما أظن كأن يمكن راح تقرير هناك يتم الاشتغال عليه في قبة البرلمان كالجنة موضوعاتية ثم المسألة الثانية ما ننسوش واحد القرار اليوم خطوة جارية قام بها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي المسألة القرار الأممي الغير الملزم بشأن تقلون الدكاء الاصطيناعي راه راه الخطب بي السيد عمر هلال قال بي أن الدكاء الاصطيناعي اليوم خاص الدور دياله ما يخلقش الهو ما يزيدش يوسع الهو أكتر وإنما يقرب يقرب الـ 200 ويساهم في تحقيق الـ 200 ويساهم في تنزيل أهداف الـ 200 المستدامة فبالتالي اليوم أنا أظن ستكون هناك تشريعات متقدمة خاصة في المجال ديال الرقمانة بشكل كبير هحنا اليوم كين هذا التوجوه ديال إحداث شركة بطريقة إلكترونية ولكن غادي يكون قانون ديال الدكاء الاصطيناعي قانون ديال الكلاود أو ديال التكنولوجيا السحابية إلى غير ذلك من هذ القوانين اللي هي غادي تكون تحفظ حقوق وتنظيم وتهيئ مناخ ساليس وساليس وصحي بشكل كبير تكلمنا في بداية طبعا هذا الفقرة على شركات الناشئة وتكلمنا على معرض جي تيكس المغرب إفريقيا ومن بين هذه التوصيات عندنا في المحور الثاني تحديد شركات الناشئة في المجال ديال التكنولوجيا اللي فيها أو اللي عندها إمكانيات عالية على مستوى الفكرة على مستوى التنزيل ودعمها ماليا وجعلها أبطال ربما الجناح المغربي في المستقبل أنه تكون الدولة تراهلنا على بعض الشركات توقف معها وتقويها أكيد وكان واحد العملية أخرى اليوم جي تيكس لسنة 2024 رأى كيف ما قلت في البداية أن الدولة تتجه أن يكون جي تيكس هو سيليكون فالي سيليكون فالي واليوم باش نعرف بأن اليوم هاد السنة هادي جي تيكس حقق 70% ديال زيادة من حي الشركات بالمقارنة مع السنة الماضية دورة الثانية فقط إذا هذا دورة وحدة دورة هذه الدورة الثانية إذن زيادة ديال سبعي بمعنى كيف بلك بأن المنتوج المغربي وبأن التنظيم وبأن المغرب رائد ويتجري أن يكون منصة رقمية 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 على المستوى القر في مجال تكنولوجيات الحديد ويساهم في ترحيل الخدمات على ذكر ترحيل القدمات أيضا عندنا رقم مهم جدا وجاء على لسان الوزيرة المنتدبة المعاملات ارتفع إلى 17.9 مليارات إذن هذا رقم إيجابي الحاجة الثانية اليوم مشاركة 1500 شريكة عارضة عارض إذن اليوم أرما كان هضروش على دول أفريقية كان هضروش على 30 دولة حاضرة في جيتكس أفريقيا أفريقيا إذن اليوم نحن أمام منتدق عالمي قيمة حجم المتدخلين وأيضا حتى الإقبال عليه يعني هو بشكل ويتوقع من جيتكس أن يحقق 10 مليارات دولار من رأس مال استثماري بحلول سنة 2025 ثم أيضا اليوم جيتكس أفريقيا يفتح التفاعل مع 350 مستثمار لإدارة وصول 200 مليار دولار فمجموعة ديال الإمكانات اللي اليوم إحنا الشركات الناشية أو الشركات المغربية خصها تمشي في هذا المجال وخصها المواكبة وخصها الدعم من طرف الدولة باش نحقو الازدهار التنماوي اللي كنصبوه لي لأن النموذج التنماوي ديال المغرب 2035 يتكلم على مغرب الجرأة مغرب المبادرات المغرب الذي يستثمر في المجالات المستقبلية المحددة بما فيها الدكاء الصناعي بما فيها أن تبني الأشياء بما فيها التكنولوجيا السحابية إلى غير دالي الخلاصة هي أن الأمور طيبة وإن شاء الله طبعا بانتظار التعرف على أركان والخطوط العريضة لستراتيجية المغرب الرقبية 2030 شكرا جزيلا لك مرحبا وشكرا للأستاذ أمين سامي الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات كنت ضيفنا في ضيف التحرير شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيبة المتابعة وعلى الوفاء لميديا أن تيفي نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة إلى اللقاء